اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فعلوا زي الجرس خليوا لنا التعليقات خليوا لنا اقتراحات خليوا لنا استفسارات تيلكم خليوا لنا شنو تبغيوا تشوفوا في فيديوهات المقبلة ان شاء الله في القناة يعني شنو الموضع اللي تبغيوني نتكلم عليها اي موضوع تبغيوني نتكلم فيه ولا اي وصفة تبغيوني نبغتاجيها ولا نشاركها معكم معليكم اللي تبغيوني نبغتاجيها في ان كومنتر وان شاء الله معلي إلا أنني نلبي الطلبية ديال كل شخص وكل وحدة بغا وصفة معينة فما عليها إلا تقولها ليا وأنا معليها إلا التنفيذ إن شاء الله فأنتم أطلبوا وإن نفد كما تنقولوا ولكن ما كيقولوا حد المثال المغربي دينا فالمهم غزالاتي نشكركم على حسن تسبعكم وعلى التقيقات ديلكم الحمد لله الدائمة في القناة فكما كنقول لكم دائما الوصفة اللي كان جي نشاركهم معكم ما كان جي نشارك شي وصفة حتى كتكون الحمد لله مجربة ومضمونة فبتنسونيش من لايكات ديلكم من الاشتراك ديلكم في القناة تفعلكم لزل جرس لكيس لكم كل ما هو جديد تخليوا من التعليقات الاقتراحات الاستفسارات شو نصب غاو تشوفوا إن شاء الله في فيديوهات ماجية مرحبا بكم غزالاتي وباش ما نطول سعليكم كتر غديمشو باش نتعرفوا على مكونات هاد لغوستات هدي عبارة عن علاج للهلات السوداء فأول مكوين غدي تحتاجه معايا هو ماطيشة أو للتماطم اليومارا استخدمت لكم مكوينة زوينين لغل على المسكين ما طيشة أو للتماطم عندنا الحمد لله داروري ما تكون حاضرة فهيك تكون موجودة في طواجنات المغذبية في مريقتنا احتايا ايضا في السالات ديما حاضرة و ديما موجودة الحمد لله ما طيشة أو للتماطم فاليومارا نحتاجها بخصوص علاج للهلات السوداء ستحتاجي معايا إن شاء الله وحد الكيمياء دي اليوغورت أو الزبادي هنا عندي طبيعي بدونك وبدون سكر لعدم تهيج بشرة الوجه خصوصا إذا كانت بشرة حساسة فإذا استخدمت ضانون دي السكر يعني ضانون عادي اللي كان أكله طبقية لوجهك يقدر مثلا بعد ما تحيدي الماسك أو للوصفة تبدأ يتحسي البشرة الوجهة ديالي كانت تهيج ولا مثلا فيها حكا يعني بدأ يأكلك وجهك كما كان قلو حنا فضروري ما تإفتها هذا المشكل بيوغورت طبيعي ولا بدانون السوز ذاك شيء كما كانت تستخدمون لكم بزا 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 فالمهم ستحتاجي معايا الطماطم ستحتاجي معايا اليوغورت الطبيعي بدون نكوا بدون سكر كذلك و ستحتاجي معايا إن شاء الله إلى دقيق الفورس أو دقيق المخبوزات أو لفارينا بزافة البنات يقول لي كيف تتقصدي بدقيق الفورس أو لدقيق المخبوزات تنقصد بيغزالتي فارينا يا لبنات فارينا زوينة بزاف البشرة الوجهة بياض كتلمع كتعطي إشراقة و مفيدة جداً لبشرة الوجه فتحتاجي معايا إن شاء الله منها كمية و ستحتاجي معايا المادية للورد فهو الزوين زوين اللي هيلات السوداء كيعطي لماعا حتى هو و كيعطي البشرة وحدة ريحة زوينة كيخليها فيها ريحة زوينة وأيضاً كنعشها فغادي نحتاجه إن شاء الله حتى هو منه كمية و آخر حاجة هو الكركم أو لا الخركم البلدي حاولوا لبنات تاخذوا الكركم اللي كتكون نوعية دياله جيدة يعني إني كنقول لكم الكركم أنا غنحاول نبعد بشوفوا المكوينات كاملين إنه بزاف ناس كتقولي بغينا نشوفوا المكوينات كاملين مكمولين فانتم أغزلتي هدو هما المكوينات كاملين يعني حاولتها كده نبعد بش يبال لكم كل العناصر يتبال لكم في الفيديو فهذا هما المكوينات وده بغن ندزول طريقة التحضير كما قلنا غادي نحتاجه طماتيم اليوغورت الطبيعي الكركم و المورد و دخيخ ديال فورس و على ذلك الكركم تفكرت أنه كتبتنا نقصد لكم حبيباتي بخصوص الكركم يكون زوين أو للنوعية الممتازة و النوعية الجيدة هي اللي كنقصد بها البناس من يتمشيوا عند العطار و عند العشاب تاخذي كركم كما كنقولو حنا يا كركم موالوك يجيني شخصيا يعني حتى وإن ما عملت يغيف المرقبات ما عملت يغيف المرقبات كركم صراحة الله هذا الشيء اللي كنقلو لكم و الحمد لله صراحة معكم منذ الأول و غادي نبقى في حالة كده فهذا الشيء اللي كنقزلتين دو زدوا بل طريقة التحضير بدون إطالة لكم فغادي تاخدي معايا ان شاء الله واحد المعلقة ديال كركم و غادي نضيفه معايا ديال دقيق ديال فورس و ديال فارينا باش نقول البنات نسلي كيقولي شنو دقيق ديال فورس شنو ستقصدي بيه فاك نقصد بيه فارينا ديال فارينا ديال فارينا زوينا مزاف ناس ما كيستخدمواش البشرة الوجهة دياله و غادي نضيفه ان شاء الله واحد نسحبه ديال متاشا نضيفه 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 عصر متاشا و غادي نضيف اليوغورت او الزبادي كما قلنا بدون نكاو بدون سكر اي اليوغورت المسوس نضيفه 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 كمية كوركم و انا خركم و الأسر كوركم راضيين كيفتو حمقوا كيلا هي و كيشاهي كما كنتقولون هانا آسين يا نا كي يعجبني صراحة نعملوا البشرة الوجه ديالي نحضر الوصفة نضيف الوصفة نضيف الوصفة نضيف الوصفة نضيف الوصفة نضيف الوصفة نضيف الوصفة اختبئ يروح 10 دقائق نضيف الوصفات نضيف الوصف الوصفة كريم سواء تمان ديال وغالي ولا رخيص اهم حاجة هو الترطيب ماشي التمن ايضا زيوت غير زيتون غير زيت أرقان غير اي زيت عندك لبناء تستخدمي ماشي بالشرط يعني تستخدمي واحد الحاجة معينة لا يعني اللي عندك هو اللي تستخدميه وكانت ديال وصفة ديال اليومة زوينة 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 ورائعة للغاية ما تصورو شي قداش غزالاتي انتنا تدعموني باللايكات يعني تعملوا اللايكات لهذا الفيديو وتشتركوا في القناة وايضا تفعلوا زر الجرس لكيس لكم كل ما هو جديد في هذا المجال هذا اللي هو مجال الوصفات الطبيعية واجربيها بخصوص الهيلات السوداء كيما قلت لك هدي تعمليها الهيلات السوداء واحتل بشرة الوجهة ديالك الابغيتين ماشي غير الهيلات السوداء فقط فيصال حل كامل الوجه بما فيه تحت العين او محيط العين وكتخلي لغاوسة تنشوف وكتغسلي البشرة الوجهة ديالك من اول استخدام وكتغسلي البشرة الوجهة والمشكلة الهيلات السوداء اللي تقريبا هدي المسألة هدي وهادي المشكلة هدي عند الاغلبية ديالنساء اللي كيتعرضوا خصوصا التلفازها بزاف و البسي بزاف التاليفون بزاف المسألة هدي المسألة هدي اللي كيتعرض لهم بزاف يكونوا عندهم ديما تسود تحت العين كل ما كين عشقاء بالليلتا وعندو نفس المشكلة يعني المهم بزاف ديالعوامي الكينين ولكن ذكرنا غير اللي شائع بزاف فهد الشي اللي كينغزالتي ما تنسونيش من اللايكات وصفا تجيب هذا الفيديو في موقع التوصل الاجتماعي انه مصفا تستحق فعلا تجربة شكرا لكم دوقكم على حسن تتبعكم من هذا الفيديو وموايدي ملكم اجدد في الفيديو قادم انشاء